من ضمن الاسئلة انا شغلي بيبقى بالليل بس ازاي اقدر اتكاف مع الوضع وبقى الانشطة حياتي تزبط ازاي الحقيقة فيه ناس كتيرة بتزبط ده انها بتشتغل طول الليل عشان معيش شغل بما انه واناك العديد من المزايا والعيوب المزايا العمل بالليل الدنيا بتبقى هادية الشغل بيكون بمزاج تعمل مشاورك وتخرج الصبح براحتك والدنيا بتبقى ريئة لانك مش مرتبط بوظيفة تقدر كمان تسافر لانك بالنسبة لك بتشتغل بالليل فممكن الصبح لو تروح مشورة ولا حاجة لكن العيوب هتقلب هما ده صحب بتأخر الصبح شوية هيبقى صعب تنزل بالليل غير فيه ايام الاجازة فيه بعض الوحدة غير لو انت هتفضل قاعد طول بالليل طبعا فيه ناس بتبقى الموضوع بالليل بيزبط معاه وفيه ناس لأ ولكن اوقات بتبقى عايزة بتشتغل الصبح ولكن مش كتير ولكن هي على حسب طبيعة الانسان وطبعا ربنا خلقنا نحن ننام بليه ونصحى الصبح فيعني قلب ميزان الحياة ده ممكن يسبب اكتئاب وده مسبت علميا ولكن احنا فيه ناس بتشتغلوا ظروف عملها بتخدم او اا اكاونتات برة او بتشري متل ولازم نوايب صحي فنضع ده كل ده في الاعتبار ويه ربنا وفاقك واكتبوا كل خير بازن الله اكتبونا في قطع لو انت اتعرض عليك شغل بمرتب كبير بالليل هل هتوافق ولا لا ويه ربنا وفاقك واكتبوك كل خير بازن الله